سال دمه أمام أنظار أمه بعد أن اططق عليه النار أحمد شاب قتل على يد منتسب أمني بحسب قول عائلته في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد والرواية الكاملة على لسان ذويه نجينا من ديكتور نجينا ازدحام شفنا أخو المرحم واقف طبقنا قلنا لها أخوي نزل المرحم قال لها كما سيطرة قال لها أخوي خما محتاج شي قال لها أخوي روح توقّل سلامتك شاف الجندي قام يصيح على المرحم ضربوا المرحم قال لها طيني سنوية منطعة سنوية رأي درجع حمدنا بضربة قال لها أخوي هسان طيتك السنوية تعيش ضربتني قبل السحب الأسلاح وقام يروي فوق من نزل على المرحم كتل المرحم بمكان يعني كان متقصد من رمع أي كان متقصد هو جي قبل قبل وضربه من بعد الرمي فوق إيه من بعد الرمي ابني واجب هشك اللي بخفر ذال الجهال يمي وكان قبل من نمو وكان يجي قبل كان يحطهم قصة ستة أطفال تيتموا بوفاة أحمد الذي يعمل في بيع قنان الغاز أما والده والذي لم يستفق من الصدمة بعد فيطالب بمحاسبة من قتل ابنه بعد رفع دعوة قضائية هاي المنطقة آمنة أأمن من بغداد من البداية لحد الآن أنت رفعت الدعوة يعني هسا؟ ايه رفعنا دعوة نحن رافعين دعوة ونبقى نرافعين دعوة الى حين ما نأخذ حقنا وبعد الحادثة تم إدعو المنتسب من قبل الأجهزة المختصة للتوقيف بعد فتح تحقيق في الموضوع وبانتظار نتاج التحقيق لبيان ملابسات الحادثة من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر